أقارن الأعداد ذات خمسة أرقام وأرتبها أولاً أقرأ معطيات الجدول التالي هذا المخطط يمثل بعض معطيات الجدول أليف أتم تعمل المخطط بما يناسب من معطيات الجدول باء أقارن بين عدد التلاميذ الذين زاولوا التعلم في المرحلة الأولى من التعليم الأساسي في كل من ولايتي القصرين وسوسة عدد تلاميذ المرحلة الأولى من التعليم الأساسي في القصرين 68372 أقل من عدد تلاميذ المرحلة الأولى في ولاية سوسة 71300 68372 أقل من 71300 جيم أرتب الولايات ترتيباً تفاضلياً الترتيب سيكون على النحو التالي من الولايات التي بها أكبر عدد تلاميذ المرحلة الأولى إلى أقل عدد تونس سوسة القصرين الكاف تطاوين زغوان توزر دال عدد التلميذات في المرحلة الأولى من التعليم الأساسي بولاية تونس 56224 أبحث عن عدد الذكور بهذه الولاية عدد الذكور يساوي عدد التلاميذ بالولاية ناقص عدد التلميذات 97486 ناقص 56224 يساوي 41262 تلميذاً ثانياً ألف أفكك كل عدد إلى مجموع عددين أحدهما ألف كاملة والآخر أصغر من ألف 56192 يساوي 192 زائد 56000 37842 يساوي 842 زائد 37000 باء أقارن المجموعين بوضع العلامة المناسبة أكبر من أو أصغر من بينهما وأعلل إجابتي 192 زائد 56000 أكبر من 842 زائد 37000 مجموع عددي العدد الأول أكبر من مجموع عددي الثاني لأن عدد آلاف الأول يفوق عدد آلاف العدد الثاني 56000 أكبر من 37000 أعيد نفس العمل للعددين التاليين 5496 يساوي 45000 زائد 916 45691 يساوي 45000 زائد 691 45000 زائد 916 أكبر من 45000 زائد 691 495 مجموع عددي العدد الأول أكبر من مجموع عددي الثاني لأن عدد وحداته البسيطة يفوق عدد وحدات العدد الثاني 916 أكبر من 619 619 3- أقارن كل عددين بوضع العلامة المناسبة أكبر من أو أصغر من وأعلل 67360 أكبر من 57360 لأن رقم عشرات آلاف العدد الأول يفوق رقم عشرات آلاف العدد الثاني 53329 أصغر من 53359 لأن رقم عشرات العدد الأول يقل عن رقم عشرات العدد الثاني 61920 أصغر من 64920 لأن رقم عشرات آلاف العدد الأول يقل عن رقم عشرات آلاف العدد الثاني 99752 أكبر من 99520 لأن رقم مئات الوحدات البسيطة للعدد الأول يفوق رقم مئات الوحدات البسيطة للعدد الثاني رابعاً بمناسبة الألعاب الأولمبية تحصل المتسابقون الخمسة الأوائل في الصباق العشاري على النقاط التي يبينها الجدول أرتب المتسابقين تفاضلياً المتسابقون حسب الترتيب التفاضلي صالح سليم وائل محمد ناصف مجموع النقاط 28629 28619 25719 25619 18629 خامساً أعوض كل نقطة برقم مناسب كي يكون العدد الأول أكبر من الثاني يجب إضافة رقم للعشرات يكون أصغر من رقم عشرات العدد الأول ثمانية إذن نختار الرقم ستة فيصبح الحل كالآتي أربعة وثمانون ألفاً وسبعمائة ستة وثمانون أكبر من أربعة وثمانين ألفاً وسبعمائة ستة وستون كي نحافظ على صحة ما جاء به المثال الثاني يجب أن يكون الرقم الذي سنضيفه أصغر من الرقم خمسة لذا سنضيف مثلاً أربعة فيصبح الحل كالآتي أربعة عشرة ألفاً وأربعمائة ثمانية وثلاثون أصغر من أربعة عشرة ألفاً وخمسمائة وتسعة عشر في هذا المثال سيكون أي رقم نختاره يتماشى مع المطلوب إذن يمكن الاعتماد على المثال التالي كحل تسعة وثلاثين ألفاً ومائة خمسة وعشرون أكبر من تسعة وثلاثون ألفاً وتسعة وتسعون للوصول إلى حل يتماشى مع ما تم كتابته بهذا المثال يجب أن يكون رقم أحد الآلاف للعدد الأول أقل من سبعة ورقم عشراته لا يفوق ستة إذن الحل من الممكن أن يكون كالآتي خمسة وستون ألفاً ومائتان وأربعون أصغر من سبعة وستون ألفاً ومائتان وأربعون سادساً هذه أعداد ذات ستة أرقام ألف أحذف رقماً من كل عدد لأحصل على أكبر عدد ممكن ذي خمسة أرقام في كل مرة نحذف رقم مئات الآلاف إثنان من العدد الأول فيصبح ستة وسبعون ألفاً وثلاثمائة تسعة وأربعون نحذف رقم عشرات الآلاف ثلاثة من العدد الثاني ليصبح خمسة وأربعون ألفاً وثمانمائة وأربعين أما العدد الثالث فنحذف رقم عشرات آلافه أيضاً لنتحصل على تسعة وعشرون ألفاً وأربعمائة ثلاثة وثمانون كأكبر عدد ممكن له وفي المثال الرابع نحذف رقم مئات الآلاف ثمانية ونتحصل على ستة وتسعون ألفاً وسبعمائة اثنان وخمسين باء أعيد نفس العمل لأحصل على أصغر عدد ممكن ذي خمسة أرقام في كل مرة نحذف رقم عشرات الآلاف سبعة من العدد الأول فيصبح ستة وعشرون ألفاً وثلاثمائة تسعة وأربعون نحذف رقم مئات الآلاف أربعة من العدد الثاني ليصبح خمسة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وأربعون أما العدد الثالث فنحذف رقم مئات آلافه لنتحصل على تسعة عشرة ألفاً وأربعمائة ثلاثة وثمانين كأكبر عدد ممكن له وفي المثال الرابع نحذف رقم عشرات الآلاف تسعة ونتحصل على ستة وثمانون ألفاً وسبعمائة اثنان وخمسين سابعاً يبين المخطط التالي مدة اكتمال دورة بعض الكواكب حول الشمس وحدة القايس هي عدد الأيام ألف أذكر الكوكب الذي يقضي أكبر مدة لاكتمال دورته حول الشمس الكوكب الذي يقضي أكبر مدة لاكتمال دورته حول الشمس هو كوكب نيبتون لقضائه تسعين ألف وسبعمائة يوماً باء إذا أنجزت الأرض ثمانين دورة حول الشمس أي الكواكب لم تكمل بعد دورة واحدة لإنجاز الأرض ثمانين دورة حول الشمس تستوجب قضاء ثمانين في ثلاثمائة خمسة وستون يساوي تسعة وعشرون ألفاً ومئتان يوماً بينما يكون كل من الكوكبين أورانوس ونيبتون لم تكتمل لديهم الدورة الأولى بعد جيم أقدر عدد دورات المشتري خلال المدة التي ينجز فيها زحل دورة واحدة خلال المدة التي ينجز فيها زحل دورة واحدة عشرة آلاف وسبعمائة وستين يوماً يكون المشتري قد أتم دورتين على الأقل لأن الدورة الواحدة تستغرق لديه أربعة آلاف وثلاثمائة ثلاثة وثلاثون يوماً ثامناً قرر أربعة أطفال أن يقدموا لصديقهم هدية من بين المعروضات التالية لشراء الهدية جمعوا مدخراتهم المبينة في الجدول التالي اقتنى له الأطفال شيئين مختلفين من بين المعروضات ثم اشتروا له أيضاً قلم حبر مما تبقى لديهم من مال فبقي لهم مائة وثمانين مليماً ألف أحسب المبلغ المالي الذي جمعه الأطفال الأربعة لمعرفة المبلغ المالي الذي جمعه الأطفال الأربعة يجب أولاً حساب المبلغ الذي جمعه كل طفل على حدة المبلغ المالي الذي جمعه الطفل الأول خمسة آلاف في واحد زائد خمسمائة في واحد زائد مائة في اثنين يساوي خمسة آلاف وسبعمائة مليم المبلغ المالي الذي جمعه الطفل الثاني ألف في ثلاثة زائد خمسمائة في خمسة يساوي خمسة آلاف وخمسمائة مليم المبلغ المالي الذي جمعه الطفل الثالث ألف في أربعة زائد مائة في ثمانية يساوي أربعة آلاف وثمانمائة مليم المبلغ المالي الذي جمعه الطفل الرابع ألف في واحد زائد خمسمائة في ثمانية زائد مائة في واحد يساوي خمسة آلاف ومائة مليم إذن المبلغ المالي الذي جمعه الأطفال الأربعة خمسة آلاف وسبعمائة زائد خمسة آلاف وخمسمائة زائد أربعة آلاف وثمانمائة زائد خمسة آلاف ومئة يساوي واحد وعشرون ألف ومئة مليم باء ماذا اختار الأطفال لصديقهم؟ لمعرفة ما اختاره الأطفال لصديقهم نقوم بصحب المبلغ المتبقي مئة وثمانين مليم من المبلغ الجملي واحد وعشرون ألف ومئة ناقص مئة وثمانين يساوي عشرون ألف وتسعمائة وعشرين مليم ثم إيجاد شيئين من بين المعروضات مجموع ثمنهما لا يفوق عشرين ألف وتسعمائة وعشرين مليم إذن الحل هو ثمن الآلة الحاسبة زائد ثمن مجموعة الأدوات الهندسية خمسة عشرة ألف وخمسمائة زائد ثلاثة آلاف وستمائة وخمسين يساوي تسعة عشرة ألف ومئة وخمسين مليم أصغر من عشرين ألف وتسعمائة وعشرين مليم إذن فاختيار الأطفال كان للآلة الحاسبة ومجموعة الأدوات الهندسية جيم أبحث عن ثمن القلم ثمن القلم يساوي المبلغ الجملي المدخر ناقص ثمن الآلة الحاسبة زائد ثمن مجموعة الأدوات الهندسية واحد وعشرون ألف ومئة ناقص تسعة عشرة ألف ومئة وخمسون زائد مئة وثمانون يساوي ألف وسبعمائة وسبعون مليم